اكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة ان الجهود الوطنية مستمرة ضمن رؤية شاملة وستراتيجية واضحة تجاه تنمية الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن الامر الذي اثمر عن سلسلة نجاحات متتالية حققتها مملكة البحرين في العديد من المجالات التنموية جاء ذلك خلال حفل اقتتام معسكر النسخة الثالثة من برنامج رائد الاعمال التقنية الشاب واطلاق مبادرات الشباب الرقمي في سبيل ان تكون مملكة البحرين منصة اقليمية للتقنيات في الشرق الاوسط والاستثمار في الشباب البحريني بما يعزز العمل التنموي المستدام هي تلك الدوافع لاطلاق معسكر نسخة الثالثة من برنامج رائد الاعمال التقني الشاب ليصل اليوم لختام نسخته الثالثة بمشاريع مميزة نفذها الشباب المشاركين بمتابعة عدد من المختصين واصحاب الخبرات في هذا المجال الامر الذي يعكس اهمية دعم العنصر البشري لتعزيز الدعمة الاساسية والاستثمار الفعلي لعمليات التنمية دورنا اليوم نحن نكون موجودين في هذه الفعالية عشان نشجع رواد الاعمال طبعا اهم كلهم طلبة فاحنا نقدر نحن نعطيهم الثقافة اللازمة علشان هم يطورون في مشاريعهم واحنا نكون مثابة حلقة توصل بينهم وبين الجهات المعنية اللي تقدر نهي تطور من مشاريعهم انا اشتغلت والله الحمد في تدريب المشاركين على مشاريعهم خمسة ايام تدريب البرنامج كلها ثلاثة سابيع لكن احنا خذنا سبوع تدريبهم وكان الحقيقة طلبة ورواد اعمال صغار ملهمين معسكر النسخة الثالثة من برنامج رائد الاعمال التقني الشاب وفر الفرص الاقتصادية والتقنية للمشاركين من الشباب البحريني بما يسهم في مساعدتهم على استثمار افكارهم وطاقاتهم وتحقيق طموحاتهم في ريادة الاعمال المستدامة حاصل على المركز الاول في برنامج رائد الاعمال التقني مشروع عبارة عن شاحنة متنقلة تصليح السيارات ويكون عن طريق برنامج ينزلونه ويطلبون السيرفوس اللي هم يبونه مكانة تصليح مكانة سيرفوس ويتيهم الشاحنة اللي حد مكانهم مكانة على الطريق متعطلين او جداموا بالبيت ويكون بيتم تصليح السيارة الحمد لله بفضل الله ثم فضل القائمين بهذه البرنامج والمنظمين حصلت المركز الثالث بفكرتي واللي هي أسوي قارب متنقل يعمل على ذكاء الاصطناعي زين يخفف الزحمة ومنها يكون للسياحة والترفيه إلى جانب ختام برنامج رائد الأعمال التقني الشاب تم الإعلان عن إطلاق مبادرة الشباب الرقمي شباب تيك التي توفر للمشاركين في البرنامج في نسخته الحالية ونسخته السابقتين مسارات تطوير مهنية وتطوعية مستمرة بما يسهم في تطوير مشاريعهم وخدمة مجتمعهم عن طريق ما اكتسبوه من خبرات في البرنامج من برنامج رائد الأعمال التقني بنسخته الثالثة يأتي ليركز على تعليم الشباب البحريني مهارات الابتكار وريادة الأعمال من خلال غرس المفاهيم الأساسية لقيمي وأخلاقيات الابتكار والتشجيع على ريادة الأعمال والإبداع إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين